استعدادات جدية وبرنامج مكثف للأهل بنغازي استعدادا لموقعاته أمام الإسماعيل المصري ضمن دور الاثنين والثلاثين من البطولة العربية للأندية الأبطال التي حملت هذا الموسم اسم كأسي محمد السادس الجزارة تخاض مباراة ودية أمام النصر القاهري وفقدوا نتيجتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لكن نتيجة الحقيقية بالنسبة للمدير الفني الجزائري رشيد بالحوت هي عدد اللاعبين الذين زج بهم في المباراة لاختبر السرعة والقدرة على الوقوف في الملعب بشكل صحيح والمستوى الحقيقي لكل فرد وأيضا ليحدد الأحد عشر لاعبنا الأساسيين لمواجهة المرتقبة تركيز كبير من قبل تقم الفني على لياقة البدنية والمعنوية التي لها تأثير واضح على المنافسات الكبرى الأهلي سيكون حاضرا بكامل عناصره ضيفا على نظيره الإسماعيلية في أرض الأخيرة وبين جماهيره ليعاود أبناء بنغازي استضافتهم في لقاء الإياب على الأراضي التونسية ولا خيار للأهلاوية الذين يجب عليهم الإطمئنان على نتيجة الذهاب حتى تكون العودة مريحة بنسبة لهم ويخطف ورقة التأهل إلى ثمن نهاء البطولة العربية مواصلين التطلع نحو الأدوار المتقدمة